السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة لكل الأحرار لكل المتابعين في كل أنحاء العالم نعم الأخبار صحيحة بفضل الله وحده أنا أول فعلا عربي مسلم بل أول إنسان على وجه الأرض بتلغي الحكومة البريطانية تأشيرته لأنه لا يعتبر المقاومة إرهاية قد يكون السطر اللي نشرته التليجراف بأن أول إنسان بيلغى لي التأشيرة قد يكون هو السطر الوحيد الدقيق في تلك المقالة واللي حقيقة التليجراف لم تتصل به لأستطيع التعليق عليه نعم أنا بفضل الله واختباره وكرمه أول حد يتلغيله التأشيرة تزامن ده مع اليوم التاريخي مع التظاهرات اللي بتشوفوها على الشاشة التي لم تحدث في تاريخ بريطانيا أي نعم أنا واحد زي هؤلاء المئات من الألوف واللي فيهم رئيس الرؤساء نقابات وأعضاء أحزاب وأعضاء في البرلمان البريطاني كلهم بينهجوا نفس النهج اللي نهجته حضراتكم وهو رفض الظلم وعدم اعتبار المقاومة على الإطلاق إرهاب أنا واحد زي هؤلاء الأعداد التاريخية والتي لم تحدث في تاريخ بريطانيا واللي تزامنت النهاردة حداشر حداشر مع قرار وزيرة الداخلية البريطاني بإلغاء التأشير هذا الكلام اللي نشر في التليجراف غير دقيق على الإطلاق سأقوم بمقادات الحكومة البريطانية ممثلا في رئيس الوزراء ووزيرة الداخلية بريطانيا يا سادة ببساطة ليست سولا بربمان ولا هذا الرجل رئيس الوزراء اللي قلتوكم سوناك اللي هو أيامه معدودة أكدت على كده مرات عدة بريطانيا ليست هؤلاء سأذهب مباشرة للقضاء البريطاني عايز أقول لكم من المفارقات إن من المكاتب اللي اتصلت بي في بريطانيا لتبني تلك القضايا منهم مكتبين أصحابهم من السامع والبصر من اليهود الرفضين للصهيونية وما يحدث في فلسطين يهود اللي رفضين لهذا المشهد امبارح والنهاردة وبكرة شايفين إن ما حدث وهذا القرار قرار ظالم بنسبة 100% وإن نسب الفوز به أمام المحكمة وأمام القضايا البريطاني بإذن الله مرتفعة سأذهب للقضايا سأذهب للقضايا لأن بفضل الله لا لدينا أسرار عندنا بفضل الله أكتر من 21 مليون متابع على وسائل التواصل بعد حذف قناتين على اليوتيوب قناة الحالية ربنا يحفظها عليها أكتر من مليار ومئة مليون مشاهدة ما عنديش حاجة معمولة في السر على الإطلاق لنبارح ولا النهاردة ولا بكرة بإذن الله كله على عينك يا تاجر ليه بقولك هذا الكلام عشان تعرف أنه ما فيش أي حاجة سنثبت تلك الأكاديب والإدعاءات بالمنطق وبالدلائل والبراهين الاحتلال الإسرائيلي زي الاحتلال الروسي كده هو الأوكران لما بيواجهوا الغزو الروسي كانوا مقاومة ولا يرهابيين فما بالك بقى باحتلال بقالوا أكتر من سبعين سنة احتلال مجرم لم يفي بأي وعد احتلال مجرم قاتل عشر تلاف شخص لحد الآن في غزة منهم آلاف الأطفال احتلال مجرم رامي أكتر من قنبلتين نوويتين بما يعادل اتنين من القنابل النووية راميهم على غزة احتلال مجرم بيروج الأكاديب وبيسندوا للأسف بعض السياسة الغربيين اللي ما تبقاش عارف مين أكثر إجراما من الآخر حقيقة الرؤية بتختلف كثيرا لكن احنا بنادي يا ربنا دايما ان يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطل ويرزقنا اجتنابه كمان بيدوي برضو في حاجات كتيرة جدا عن ناس اللي كانت بتقولك وانت قاعد في بريطانيا وقاعد تقول كل الكلام الجامل ده تبع المخابرات البريطانية خالتي بتسلم عليكم وترسلكم قطيب تحياتها وأمنيتها اللي حصل معايا من الغيات تأشيرة وقد يحدث مع آخرين هذا التضييق اللي بتروه في أنحاء العالم بشكل تعسفي وأظهر أعتقد بما يهدع مجال الشك هذا الوجه القبيح كل ما يحدث لأننا من أول لحظة نصرت الحق نصرت الفلسطينيين نصرت القضية ضد الإجرام والمجرمين والأفعال الشنيعة واللي بتتبتها كل ساعة مش كل يوم هذا الإجرام وذلك التواطئ واللي النهار ده بقولك شاء ربك بيرفضه ملايين لإنجليز قبل معتز مطر ورفاقه هذا الإجرام اللي بيرفضه الشرفاء في الجامعات الأمريكية هذا الإجرام اللي خرج في باريس النهار ده مئات الألوف واللي بيخرج في ألمانيا ذاتها مئات الألوف هذا الإجرام يجب أن يتوقف ما حدش يقدر يوقف صوتنا هذا الإجرام هو الذي سيتوقف ويوما قريبا أقرب مما تتخيله كونوا على يقين مواقفنا وقرأنا واضحة بفضل الله ولا تقبل التأويل ولا النقد ولا الإبرام كونوا على يقين عشان كده أنا متأكد بإذن الله مش بس عشان تأكيدات المحامين عشان عارف أنا بقول إيه وبعمل إيه إنه نحن على الحق وهنكسب القضية لا لا أي مشاكل عندنا في أي شيء كل دي أكاديم إحنا ضد المحتل الغاصب المجرم اللي قاتل أكتر من عشر تلاف بنا آدم بس فقال من شهر في غزة واللي بيقوم بالتطهير العرقي نحن ضد هؤلاء تلك المقالة احتوت أراجيف وأكاديم كثيرة جدا ما كان الرد عليها في المحكمة أنا بس بقولك كده خلاصة على السريع سأكون بمقاداتهم ليس لشيء إلا الإبراء سحتي هذا الكلام يختلف عن الكلام اللي بيطلع في جمهوريات بتاعت الموز أو مقابل الموز زي مصر والإمارات والسعودية كل على فكرة بيدوي برضو على سبيل المثال هذا الإلغاء لازم أحييهم نتيجة تعاون مثمر وبناء بين المخابرات المصرية والسعودية والإماراتية معهم المخابرات الإسرائيلية المصريين والإماراتين والسعودين هم اللي كانوا بيجاهزوا لهم المادة والأكاديب والإدعاءات اللي بتقدم أنا برفع القضية مش عشان هكمل الموضوع إن أنا مكمل في طريقي والصدع بكلمة الحق ده ملوش جعوب بريطانيا ولا بأي مكان تاني إحنا مكملين في طريقنا بإذن الله ده لإبراء الساحة ولإظهار هؤلاء متعصبين متطرفين أتحدث عن وزيرة الداخلية تحديدا حقيقة اللي شاءت الصدفة أن هي تكون هي ورئيس الوزراء الاتنين من أصول هندية لكن بيبقى أصعب الناس الناس اللي جاء من بره لكن دي قصة أخرى بنتكلم عليها بعدين عموما سأقوم بمقادات هؤلاء لإبراء الساحة ليس أكثر هذا التحالف اللي اتعامل أنا بسقف له تخيل إنه كسب نقطة لكنه مكسب حقير ولفترة محدودة بفضل الله تاريخنا زي الصفحة البيضاء اللي هستطبرته أكتر من سبعين سنة سجن حكمت عليها بها مصر نقطة سوداء في تاريخي لا سمح الله أو اعتبرته اللي جاء الإلكترونية اللي بتحتفل بهذا القرار أنا مش عارف الناس دي بلغت تلك البجاح إزاي إذا اعتبرت أن هؤلاء يحملون قضية أو كلمة حق أنا إعلامي وأقول رأيه بكل حرية من أيام الكورة قبل السياسة وسأستمر في فعل هذا شاء من شاء وأبا من أبا تول ما فيه نفس بيتردد في صدري لم نكن أبدا في يوم مع العنف لا جو مصر ولا بر مصر وعندنا آلاف الفيديوهات اللي تتؤكد هذا نحن نهجينا سلمي لا نحيد عنه على الإطلاق أيضا لم نكن أبدا ضد اليهود ولا ضد أي ديانة ولا ضد أي حاج يحبط أي حاجة عندي عشرات الفيديوهات مسجلة وموطقة على اليوتيوب والفيسبوك والإستجرام والتيك توك وقول زي ما أنت عايز تقول اللي بقول فيها أن اليهود المصري لنفس الحقوق اللي للمسيح المصري أو المسلم المصري دي قصة ما تعنيناش بل إنهم بالصدفة سبحان الله لسه من يومين قلت أن قضية الشيعة التفريقة بين الشيعة والسنة دي ليست قضيتي على الإطلاق ولا ملعبي نهجينا واضح وهنحط صوابعنا في عين التخين في أكبر محكمة في كيالندن تناقض فج كالعادة مقاومة الإكرانيين للغزو الروسي ده حلال مقاومة الفلسطينيين للإجرام الإسرائيلي ده حرام أنا مش عارف العالم ده بعد ما تنتهي تلك الأيام هيوري وشه تاني ويتحدث عن حقوق الإنسان والعدل والمعايير الدولية أي مجرم هيجي بعد نتنياهو يعمل هذا الإجرام مين هيحسبه أنتوا بتتكلموا إزاي هذه الحكومات وأولها حكومة سوناك بتسير عكس رغبة الشعوب الرواية الفلسطينية والسردية الفلسطينية أصبحت الأعلى لأول مرة بفضل الله ثم بفضل الحقيقة ثم بفضل الناشطين اليهود والمسيحيين قبل المسلمين في كل أنحاء العالم حقنا هنوصل له شاء من شاء وأبى من أبى هيا سؤال أنت مكمل ولا لا ده سؤال ملوش أي محلم الإعراب ده محطة يا ابني زي القطر اللي بيعدي على 30 ألف محط لا توقف القطر بتاعنا في مصر لما مصر حبست وأصدرت أحكام بأكتر من 70 سنة عليها وحبست كل راجل عدة في عيتي لو قريب من الدرجة الرابعة لم نتوقف بفضل الله لم نتوقف لما تركيا بعد 8 سنوات قالت لأنا استطيع احتمال أكتر من هذا قلنا للناس شكرا وجزاخهم الله خيرا وانتقلنا زي ما بقول النهاردة للشعب الإنجليزي والمؤسسات الحقوقية حقيقة اللي فجأتني ومكاتب المحاماء اللي فجأوني حقيقة بهذا التضامن الأكتر من رائع بقول لكمان لهذا الشعب شكرا زي ما بقول للأهل وناسي في تركيا شكرا اي محطة احنا بنقلب الصفحة ونبدأ من جديد التركيا اعتبرناها صفحة وانطوت ودورنا على غير زي ما بنعتبر النهاردة انجلترا مؤقتا صفحة وانطوت ومندور على غيرها كونوا على يقين سنظل بفضل الله صوت للمقهورين والمظلمين وشوكة في جنب وحلق كل مجرم وظالم احنا نتمنى من ربنا ان ينطبق علينا الاية الكريمة اللي قال فيها بسم الله الرحمن الرحيم الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم الله غالب ولا غالب الا الله كونوا على يقين تحية للصابرين والمرابطين والقابضين على جمر الحق تحية لهم اينما كانوا واينما ظهروا واينما قاوموا الله غالب